اكد سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية ان نجاح سير العملية الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية والانقوصلية لمملكة البحرين في الخارج دلالة حضارية على رسوخ المسيرة الديمقراطية وحيويتها على مدى عقدين في ظل النهج الاصلاحي لجلالة الملك المعظم وتوجه سعادته بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات على التعاون البناء مع وزارة الخارجية وأثره الإيجابي في توفير التسهيلات التي عززت من سيابية العملية الانتخابية ونجاحها وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية في انتخاب أعضاء مجلس النواب بنزاهة وشفافية تامة في 37 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية وبإشراف قضائي كامل وأعرب سعادة وزير الخارجية بمناسبة إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس النواب بمقر البعثة الدائمة لمملكة البحرية لدى الأمم المتحدة في جنيف عن شكره وتقديره لسعادة السفيرة الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري رئيس البعثة الدائمة لمملكة البحرية لدى الأمم المتحدة في جنيف رئيس لجنة الاقتراع والفرز وجميع أعضاء البعثة على أداء واجباتهم بكفاءة ومهنية مؤكدا اعتزازه بالتزامن هذا الحدث الديمقراطي مع ترأسه لوفد مملكة البحرين المشارك في عرض ومناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان الدولي بما يؤكد التزام المملكة الراسخ باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته المدنية والسياسية على أسس من العدالة والشفافية وسيادة القانون وقد أجرى سعادة وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي اتصال مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية التي تتولى التنسيق والإشراف على إجراء الانتخابات النيابية في الخارج أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها غرفة العمليات لمتابعة سيابية العملية الانتخابية في الخارج منوها بالتعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة العمليات والبعثات الدبلوماسية واللجنة العليا للانتخابات من أجل ضمان سير العمليات الانتخابية بكل يسر وسهولة وشفافية وأشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهود المخلصة التي بدلها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والدبلوماسيين والإداريين من أجل تنظيم الانتخابات البرلمانية في سفارات وقنصليات المملكة بكل يسر وسهولة وشفافية منوها بإقبال المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم للانتخابات البرلمانية الأمر الذي عكس حسهم الوطني العالي وحرصهم على المشاركة في المسيرة الديمقراطية في المملكة